كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناس عن أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي وصفة إياها بأنها أعمق وأوضح صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن وقلت الوكالة أن الصورة التي تظهر عنقودا من المجرات هي مجال عميق مركب يظهر عنقود المجرات كما ظهر قبل أكثر من أربعة مليارات سنة ونشر الرئيس الأمريكي جو بايدن الصورة وهي الأولى من مجموعة خلال حدث معينة في البيت الأبيض مع نائبه الرئيس كامال هارس ويمثل نشر الصور بداية العمل العلمي مع تلسكوب ويب أكبر وأقوى تلسكوب تم إطلاقه إلى الفضاء